أهمية الدعاء في هذا اللقاء وفي هذا الدرس فأقولوا أيها الإخوة أولا الدعاء ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وبخاصة في هذه العشر المباركة فإن الدعاء فيها حري بالإجابة وإذا وافق أن يكون الدعاء في ليلة القدر فإنه يكون أحرى بالإجابة وقد ورد أن الدعاء في ليلة القدر مستجاب وهناك أناس من الصالحين دعوا الله عز وجل بدعوات في ليلة القدر فتبينوا إجابتها فعلينا جميعا أن نجتهد بالدعاء وأن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإن تيسر أن يكون الدعاء في السجود فهذا أكمل ما يكون ويجتمع مع ذلك شرف المكان وشرف الزمان أما شرف المكان فأنتم أيها الإخوة في المسجد الحرام في أطهر بقعة على وجه الأرض وشرف الزمان هذه الليالي الفاضلة هي أفضل الليالي العام على الإطلاق فإذا اجتمع مع ذلك أن يكون هذا في السجود وأن يكون في الثلوث الأخير من الليل فقد اجتمعت أسباب الإجابة وحتى لو لم يكن ذلك في الثلوث الأخير من الليل فإن هذا الوقت وقت فاضل لنبغي أن تحرص على الدعاء وحتى لو لم يكن أيضا في السجود يمكن أن تدعو الله عز وجل تستقبل الكعبة وترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى بما يحضرك من خيري الدنيا والآخرة ورب دعوة واحدة تستجاب لك يكتب الله تعالى لك بسببها سعادة الدنيا والآخرة ورب دعوة واحدة تستجاب لك يدفع الله تعالى عنك بها من البلايا والشرور شيء عظيم أيها الإخوة من أداب الدعاء أن الداعية يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد علمنا وأدبنا ربنا سبحانه بهذا الأدب في سورة الفاتحة فإن سورة الفاتحة ابتدأت بالثناء على الله سبحانه الحمد لله رب العالمين إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فهذا كله ثناء وتمجيد لله عز وجل فإذا قال إياك نعمد وإياك نستعين قال الله هذا بينه وبين عبدين نصفين ثم يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين يقول الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل فانظروا أيها الإخوة كيف أن الله سبحانه وتعالى علمنا أدب الدعاء وذلك بأن نقدم بين يدي هذا الدعاء العظيم نقدم بين يدي هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين أن نقدم بين يديه الثنى على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه وتوحيده بالدعاء وبالاستعانة فالحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه كلها مقدمات بين يدي هذا الدعاء إياك نعمد وإياك نستعي كذلك ثم يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم هكذا أيضا في بقية أدعيتك ينبغي أن تقدم بين يدي دعائك الثنى على الله عز وجل ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على رسوله قال عجل هذا عجل هذا فإذا أي دعاء تريد أن تدعو به قدم بين يدي الدعاء الثنى على الله وتمجيد الله عز وجل وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تدعو الله تعالى أيضا من آداب الدعاء ما ذكره ربنا سبحانه في قوله أدعو ربكم تضرعا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى فيدعو الإنسان بحضور قلب وبخشوع وتضرع وانطراح بين يدي الله عز وجل يا رب يا رب وأما الذي يدعو الله سبحانه بقلب غافل وبقلب الله جسمه في واد وقلبه في واد آخر فهذا بعيد عن الإجابة فإذا أردت أن تستجاب دعوتك ادعو الله سبحانه بتضرع بحرارة قلب بحضور قلب ادعو ربكم تضرعا والآخر من آداب الدعاء الذي أشر إليه ربنا في هذه الآية وخفية اخفاء الدعاء ما أمكن فإن رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء في الدعاء ومن أسمعهم بعض الناس عندما يدعون الله سبحانه وتعالى يرفعون أصواتهم الدعاء أو حتى عندما يؤمنون يرفع صوته يا رب هذا من الاعتداء في الدعاء ينبغي أن تخفي الدعاء ما أمكن ولهذا أثنى الله عز وجل على نبيه زكريا إذ نادى ربه نداء خفية إذ نادى ربه نداء خفية فأثنى الله عز وجل عليه لأنه دعا الله عز وجل لكن بصوت خفي والله سبحانه وتعالى السر والجهر عنده سوا وأسر قولكم أو جهروا به جل وعلا أيضا من أداب الدعاء ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله ودعوه خوفا وطمعا أن الداعي يدعو الله عز وجل وهو يطمع في الإجابة وهو أيضا يخاف يخاف أن لا يقبل منه الدعاء وأن لا يستجاب منه الدعاء فمن لم يطمع في الإجابة يدعو وهو يائس هذا من موانع الدعاء بعض الناس يدعو يقول أن دعوت كثيرا ولا مستجب لي ويدعو بروح اليأس هذا من موانع الإجابة ادعو وأنت تطمع في الإجابة بل أنت موقم بالإجابة وأيضا لا تعجب بدعائك بل كن على خوف وعلى وجل وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أيضا من أداب الدعاء ومن أعظم الأداب عدم الاستعجال في الإجابة لا تستعجل في طلب إجابة الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي فبعض الناس بأن ربما أقول كثير من الناس عندهم هذه الصفة صفة الاستعجال في الدعاء يريد كلما دعا الله عز وجل تحققت إجابة واستجيبت دعوته مباشرة لا الله تعالى يحب من العبد أن يدعوه وأن يكثر من الدعاء وأن يلحى عليه في الدعاء فلذلك لا تستعجل في طلب إجابة الدعاء واستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول يعني بيّن عليه الصلاة والسلام صفة هذا الاستعجال يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي يعني يتحسر ويترك الدعاء يقول دعوت دعوت ولا مستجب لي هذا من أعظم موانع إجابة الدعاء أيضا من أداب الدعاء أن يحرص الداعي على أن يدعو بجوامع الدعاء وأن يحرص ما أمكن على الدعاء بالمأثور فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار من الدعاء جوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك فمثلا عندما يدعو العبد ربه أن يدخله الجنة فلا دعي لأن يصف الجنة وأقول وما فيها من الحور وما فيها من الفواكه وما فيها من كذا لا دعي لهذا كذلك عندما يستعيذ بالله من النار لا دعي للتفصيل اللهم نعوذك من النار ومن أغلالها ومن سمومها ومن حميم لا دعي لهذا فالدعاء يكون بجوامع الدعاء هذا هو هديو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخي الكريم احرص على أن تدعو بالمأثور ما أمكن لا بأس أن يكون لك دعاء خاص بك تسأل الله تعالى مثلا أن يبارك لك في صحتك وفي مالك وأهلك ونحو ذلك لا بأس تنشي دعاء من نفسك لكن أيضا احرص على المأثور من الدعاء وقد كان أكثر دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار كما قال أنس هذه أكثر دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من دعائه عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي وص به معاذا قال يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك هذا الدعاء أيضا أحرص عليه أحرص على أن تدعو به كل يوم اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك فلينبغي أن يحرص المسلم على الدعاء بالمأثور وأن يلح على الله عز وجل في الدعاء وأن لا يستبطئ الإجابة وإن شاء الله سيكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى تكملة للحديث عن أبرز آداب الدعاء أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال وأن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يوفقنا لليلة القدر وأن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمان واحتسابا وأن يجعلنا من عتقائه من النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر